أهلاً وسهلاً بكم مشاهدين الكرام إلى عدد جديد من حصة عين وحدث شرعت محكمة جناية العاصمة اليوم في النظر في ملف قضية سنطراك واحد التي تفجرت سنة 2009 والمتورط فيها من 19 متهماً من بينهم كبار المسؤولين بمجمع سنطراك من بينهم ثمانية مدراء تنفيذيين على رأسهم المدير العام للمجمع السيد محمد مزيان وأربع شركات أجنبية استفادت بدون وجه حق من صفقات عمومية تضر بمصالح مجمع سنطراك حسب ما جاء في قرار غرفة الاتهام المكون من 293 صفحة فضيحة سنطراك واحد تعد من بين أخطر ملفات الفساد التي تفجرت خلال 15 سنة الفارطة ويطغى على المحاكمة جدال كبير حول هوية المتورطين فيها وطبيعة المحاكمة حيث يذهب بعض المتتبعين إلى أن قضية سنطراك واحد هي قضية سياسية أكثر منها قضية فساد إذن سأناقش هذه النقاط مع ضيوفي في الأستوديو حيث يحضر معي السيد موسى بودهان مرلباني سابق ونشط حقوقي مرحبا بك ويحضر معي كذلك الإعلامي ورئيس حركة الصحوة الوطنية قيدة أسيسي جمال سعدي مرحبا بك مرحبا سيد رشيد سيد موسى بودهان ندخل مباشرة في النقاش من ناحية القانونية سيد موسى بودهان كيف ستتم إجراء هذه المحاكمة وانت تعرف أن القضية قضية كبيرة وشائكة فيها الكثير من أطراف داخليا وخارجيا في رأيك سيد موسى بودهان كيف ستتم إجراء المحاكمة في البداية شكرا جزيلا لأستاذ رشيد على استضافها وبارك الله فيك مرة أخرى لتناولك يعني المواضيع التي تهم المجتمع تهم الشعب الجزائري وخاصة المسائل المتعلقة بالعدالة أستاذ رشيد من حيث الإجراءات القانونية لحد الآن فيما أرى أنها إجراءات احترمت القانون قانون إجراءات المدنية والجزائية بحيث أن الاختصاص المضوعي عاد لمحكمة الجزائر وهي تشكل محاكم القطب الجزائي كما هو منصوص على ذلك في القانون إذن هذه جهة الاختصاص محترمة لحد الآن لإجراءات أيضا تم في المراحل الأولى خاصة مرحلة التحري والبحث من طرف الضبطية القضائية أو الشرطة القضائية وتم تقديم عناصر الملف بمختلف أوراقه للنيابة العامة وتحديد الوكيل الجمهورية المختص إقليميا كما تم تقديم متهمين أيضا الذين هم لحد الآن رهن الحبس الهتياطي أيضا وفرت الشروط الضرورية للمحامين الدفاع نحن ولحد الآن على حد علمي الدفاع تشكل من حوالي خمسين نحن محامين وهذا يدخل أيضا في احترام الإجراءة القانونية إلى جانب المحامي الطرف المدني والطرف المدني هنا قد تطور بشأنه إشكالات قانونية بحيث أن الصناتراك باعتبارها نعم خليني سيد موسى بودهان نتوقف عند هذه النقطة سنأتي إلى الطرف المدني فيما بعد سيد جمال سعدي أستاذ موسى بودهان يتكلم على إجراءات قانونية محترمة يتكلم على توفير الشؤوط الضرورية للمحامين والدفاع يتكلم كذلك على أن المحاكمة تسير في إطار إجراءات قانونية محترمة هل هذا دليل سيد جمال سعدي على أن فيه إرادة سياسية نحو محاكمة قضية سونتراك بطريقة عادلة حسب ما ينص عليه القانون بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا لكم لقناة المهار على هذه الاستضافة في الحقيقة العدل كما يقال أن العدل أساس الملك وبالتالي السلطة في نظرنا كسياسيين هي على المحك نحن لأن إذا أردت أن تسترجع الثقة ثقة الشعب تسترجع قوتها كاملة فعليها بالعدل وخاصة في هذه القضية بالذات لأن هذه القضية أثارت حساسيات وأثارت شكوك وأثارت جدلا واسعا وسط الطبقة السياسية ووسط طبقة الشعب جزائري بكمله وبالتالي فنحن ننادي للوقوف بجانب العدالة لأن وزارة العدل هنا ليس من الصعب من الصعب جدا في هذه الآونة وفي هذا الظرف بالذات أن تقوم أن تقوم بجانب الحق إذا لم نقف نحن معه ولو ولو معنويا سيد موسى بودهان تكلمت قبل قليل حول الطرف المدني وتأسيس الطرف المدني اليوم يقال بأنه في صباح المحاكمة تم تأسيس الخزينة المعمومية كطرف مدني في القضية وأثارت جدل في المحكمة حول قانونية هذا الإجراء هل قانوني هذا الإجراء سيد موسى بودهان والله بما أن أموال سونتراك هي أموال عمومية نحن وأساسا الخزينة العامة للدولة هي التي تشرف على هذه الأموال وبالتالي أرى أن تمثيل الخزينة العمومية في هذه القضية بالذات ينسجم مع روح القانون لكن أيضا إذا رأينا بأن سونتراك باعتبارها مؤسسة طابع صناعي والتجاري مؤسسة اقتصادية فأيضا يمكن تمثيل هذه المؤسسة لاسترجاع أو لمطالبة بما خسرته من أموال الشركة سونتراك خاصة أن المبلغ هو مبلغ خيالي 200 مليار دولار يعني أستاذ هذا مبلغ رحيم رهيب جدا ولذلك يعني لا أرى ثم تتعارض أو تناقض بين تمثيل سونتراك وتمثيل خزينة العمية كالطرف مدني لتخديم طلبات أمام القضاء استرجاع هذه المنقوبة إذا سمحت أستاذ فاضل يعني تكيف القضية حتى نفصل في طبيعة القانون لهذه القضية لقد أشرت أستاذ رشيد بأن القضية هناك من رأى بأنها قضية سياسية والبعض الآخر يستبعد هذا الوصف وأنا أقول بكل تواضع أنها قضية قانونية طالما أنها الآن هي أمام القضاء وغرفة الاتهام فصلت بقرار يتضمن 290 حوالي 300 صفحة نعم ملف ضخم أيضا وبوصف قانوني لا غبر عليه أنها جنايا تتمثل في فرض أو إبرام عفوا إبرام صفقات مشبوهة غير قانونية غير قانونية مع أطراف وشركات أجنبية وفيها أضرار بليغة للدولة ولمؤسستها الخزينة العامة والصناتراكي إلى آخر وأيضا حتى بمعنوية الشعب الجزائري لما يرى مثل هذا المبلغ أو هذه المبالغ الضخمة تنهب بهذه الطريقة فمعنوية الشعب الجزائري وأنا واحد من هذا الشعب طبعا تنهار يعني بصراحة صحيح خاصة أن مجمع صناتراك أو أساس صناتراك هي تمثل قوت الجزائريين بما تمثلها ربما من حساسية ونظرة المجتمع الجزائري كثير من المتهمين في هذه القضية حوالي 19 متهم ولكن ربما المتهم الرئيسي هو بالتأكيد رئيس المدير العام لمجمع صناتراك السابق سيد محمد مزيان لأنه هو المسؤول الأول على هذا المجمع ولكن سيد جمال سادي سيد محمد مزيان يتكلم على أنه كل ما صادق عليه وأمضى عليه من اتفاقيات ومن عقود مع شركات وطنية أو أجنبية هي كانت تتم وفق بمسادقة أو باتفاق الوزير الطاقة السابق سيد شاكيب خليل وفي بعض الأحيان يقول أنه تتجاوز حتى شاكيب خليل بالنظر سيد محمد سيد جمال سادي بالنظر إلى حساسية هذه القضية وطبيعة المتهمين فيه رجال نفذين في السلطة هل تعتقد بأنه العدالة ستأخذ مجرها في هذه القضية بطريقة قانونية وعادلة الله في الحقيقة بكل بكل صراحة نحن نتمنى أن تأخذ مجرها نعم لكن من ناحية السياسية هل تعتقد بأنه لكن قضية هي قضية في الحقيقة معقدة جدا نعم مدام كل الأطراف داخل فيها مدام كل الأطراف لها ظلع في هذه القضية أنا نظري كسياسي ونظرية هي أن نكون شجعانا في التأثير على أنفسنا لكي نكون عديلين في هذه القضية وإلا ربما ستأخذ مجرها مجرى ليس لا يعود بالخير على الجزائر لأن كما قال السونطراك هي الوحيدة التي تمثل قوت للشعب جزائري وليس القوت فقط هي وزارة الدفاع هي الوزارات هي كل شيء وبالتالي أي شيء أي شيء يعني يضر بهذه المؤسسة يلتسق بها ويضر بهذه المؤسسة سيضر بمستقبل للشعب جزائري ويضر بتاريخه لأن نحن أمنا قبل أن نعيش حاضرنا فنحن أمنا سياسينا فنحن أمنا على ما حققه سابقون لقد قدموا الدماء من أجل هذا البلد ومن أجل أن نعيش أحرارا ونعيش وسط العدالة وبالتالي هذه آمانة في رقاب من يحملون هذه القضية نعم سيد موسى بودهان يعني القضية شائكة وكبيرة كما قلت فيها حوالي نعم 19 متهم قرار غرفة ابتهان فيها حوالي 293 صفحة 50 مدافع نعم سيد موسى بودهان وأطراف أجنبية نعم وأطراف أجنبية كما قلت من ناحية القانونية هل تعتقد بأنه سيتم الفصل في القضية اليوم أو في القريب العاجل على الأقل أنه ستأخذ وقت القضية أستاذ بالنظر إلى حجم الملف الضخم وبالنظر إلى الأطراف الكثيرة المتعددة الداخلة في هذه القضية فلا أتصور أن القاضي الذي هو الآن يعني يدرس في الملف ويحقق مع المتهمين ويجتمع الدفاع وكذا يعني مسألة لا يمكن الفصل فيها في ظرف ست ساعات أو ثمانية وبالتالي أتصور أن الفصل في القضية قد يستغرق ربما أسبوع أو أكثر على حسب القضية هذا سنوات لا لا أعتقد سنوات يفصل فيها ويفتح المجال لطعون طبعا من حق الدفاع ومن حق الممثلي الدفاع المدري ولا يعني لطعون أمام الجهات القضائية العليا يعني حتى المحكمة العليا نقطة الأمر فقط أستاذ هنا يعني أتمنى أننا لا نملي بكيف أو بأخرى على ما يجب أن يتقده القاضي القاضي المكلف بهذا الملف ف وهو طبعا يحكم ضميره ولا يلتزم إلا بالقانون والملف أمامه وسماع الأطراف المختلفة وكذا فنحن هنا يعني تعبير عما نراه فقط ولا نملي عن أي كان بأي طريقة كانت ما يجب أن يكون فالقضاء والذين قضاء نزهاء كفاء نعرف الكثير منهم ما شاء الله يعني وبالتالي أي كلمة أو أي إيحاء أو كذا فلا يؤثر عليهم ولا ينبغي لا ينبغي أن يؤثر على مجرى القضية وعلى سيرورة هذه القضية فالحكم في النهاية طبعا للقاضي والقاضي وحده وفقا لضميره ووفقا لما يوليه على القانون والملف والواقاع وما إلى ذلك نعم سيد جمال سعدي قلنا بأن المحاكمة أو القضية يلفها الكثير من الجدل فيه من يعتبر بأن هذه القضية قضية سياسية وليس قضية فساد ولكن خلينا نقول لك محاكمة أو جدولة القضية في هذا الوقت بالذات وأنت تعرف أنه في كثير من الأحيان من ناحية السياسية يطرح عامل الوقت كعمل مهم جدا في مثل هكذا أحداث خاصة من القضايا الحساسة القضية سنطرق واحد تفتح في وقت من ناحية السياسية فيه الكثير من الورشات مثلا فيه تعديل الدستور فيه انتظار تعديل الدستور فيه من يتكلم على تغيير حكومي مرتقب فيه من يتكلم الجدل اليوم حول الغاز الصخري في كذلك الجدل حول قانون العقوبات وما حمله من عقوبات وحول كذلك في كذلك قضية الفتح تعديل قانون الأسرة هل تعتقد سيد جمال سعدي أنه من ناحية السياسية ما فيش جدل ما فيش يعني شكوك حول توظيف هذا الملف في قضية من القضايا هو في الحقيقة إذا خرجت الأمور إلى هذه التوظيفات يعني وهذه التلاعبات بأن القضية هذه جاءت في وقت لكي تهدأ بعض الأمور وكذا نتمنى التهدية طبعا لأن مشاكل الجزائر الآن ليست بالقليلة هذا مشكل غاز صخري وهذا مشاكل اجتماعية لا تحصى ولا تعد مشكل التعليم رغم متوقف الآن وهذه كارثة كبيرة والحدود الجزائرية لا يخفى عليكم أننا أصبحنا أحرارا ومستقلين ولكننا محاصرون هذه كلمة كبيرة جدا لابد أن تعيها السلطة ويعيها وأظن أنها لا يخفى عليها هذا الشيء ويعيها الشعب الجزائري أن لا يمشي في ربما في نداءات صاخبة كالغاز الصخري الآن لأن ليس هذا وقته بالذات لأن ربما هناك دول أخرى لا يخفى على أحد أن الاستعمار هذا لا يذوب ولا ينتهي أبدا سيبقى الأمل لهذه الدول أن تعود إلى مستعمراتها القديمة وبالتالي نحن وعون بهذا الشيء أن نرضى على خوية نعم ونحن من ناحية سياسية بس عم نخليش الجزائر عاود الطيح في الاستعمار من ناحية الداخلية هذه الملفات والورشات المفتوحة من ناحية الداخلية لنتكلم على ما يحوم الجزائر من ناحية الخارجية هل الوقت مناسب لفتح هذه القضية وجدوات هذه القضية أو أن فيه رغبة في توظيف أو تغيير رأي العام عن بعض الأمور المهمة في السحة السياسية هو وقت مناسب جدا من لديه نية في الخير فهو وقت مناسب قلنا في بداية الحصة استرجاع ثقة الشعب من الأولويات نحن لأن الشعب ما لازمش نخله هكذا ونديره يعني وش نحبه إحنا باسم القانون وباسم السلطة وباسم السياسة لا 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 الشعب هو مبدأ السلطة مبدأ السلطة هذا هو الحقيقة وبالتالي في هذا الظرف بالذات توظيف هذه القضية له لا نخفي له من الإيجابيات إذا كانت نهاية القضية إيجابية نعم إذا كانت نهاية القضية إيجابية ولكن إذا لم تكن القضية ربما إيجابية سيد جمال سعدي وأنت فيها الكثير من الحساسيات اليوم فيها الكثير من الملفات التي تثير حساسيات قانون حصر قانون حقوبات الغاز السخري قضية سنطراك يعني وكأنه فيه غليان نوعا هذا ما لنا تمناه لأنه ربما سندخل في كر وفر وهذا ليس في صالح الجزائر نحن لدينا تاريخ ولدينا رقعة كبيرة ومساحة كبيرة وأموال وثروات لا بد أن نكون شجعانا كي نخرج من عنق هذه المشكلة أو من عنق زجاجة سنطراك نعم جميل سيد موسى أبو دهان قضية كذلك أو نقطة مهمة في المحاكمة الكثير يتكلم على الوزير سابق شاكي بخليل يقول بأنه قضية سنطراك وأنه المدير العام سيد محمد مزيان صحيح هو المسؤول الأول على المجمع وعلى المؤسسة ولكن المسؤول المباشر في هذه القضية أو المسؤول السياسي هو كان الوزير طاقة ووزير طاقة سيد شاكي بخليل ولكنه لم يستدعى إلى المحاكمة ولم يطرح اسمه في القضية الكثير أثار جدل أثار علامات استفهام حول عدم استدعاء الوزير المكلف أو المسؤول الأول على القضية كيف تراها أنت من ناحية القانونية قبل إجابة على هذا السؤال إذا سمحت حولت كيف القضية قضية سنطراك هل هي ذات طابع سياسي أم ذات طابع قانوني نعم دون الخوض في المسائل السياسية المعقدة والشائكة ودون تعرض أيضاً لما يمكن توظيفه في هذا المجال أقول بأن القضية سنطراك طالما أن أطرافها ما همش أطراف سياسية ما كلا رؤساء أحزاب ولا مناظليين في إحزاب سياسية حتى نقول بأنها قضية سنطراك فإذن أطرافها أطراف عفوا مدنيين متهمين بتبديد أموال عمومية متهمين بإبرام صفقة بطرق غير قانونية عفوا متهمين بتهم غير سياسية تهم قانونية قضائية محضة ولذلك فهي بالنسبة لي هي قضية قانونية محضة ثم ثم أن برمجة القضية هذه على عد علمي نحن كإطار سامي سابق في وزارة العدل مدير سابق في وزارة العدل البرمجة تتم آليا خاصة في السنوات الأخيرة تتم آليا فكل قضية والدور تحتها لما يوصل الدور تحتها فهنا من حيث توقيت فأستبعد مسألة قال برمجناها لتوقيع بإغراض سياسية هذا في نظري مستبعد الآن في مخص الإجابة الخاصة بال وزير السابق والله لا أستطيع أن نحل محل الضبطية القضائية ولا القضاء التحقيق ولا القاضي الذي يفصل الآن بصدد الفصل فيها لكن ما أقوله أن السيد المدير العام السابق لسوناتراك لا ينبغي أن يقلع الآخرين بأنه غير مسؤول غير مسؤول لا طاعة هذا القاعدة لا طاعة لمخلوق في مصيتي الخالق نعم إنسان ما يقدرش يروح في قوانين الجمهورية بشير للآخرين وبعدها يقول أنا كنت نطبق في التعليمات لا قوانين أولى قانون الصفقة العمومية يفرض عليك تباع إجراءات معينة فما تخليش هذه الإجراءات ترعب وتتطبق لي تعليمات ثم أن مع الأسف شديد هذه نعم عندنا كثير مسؤولين مثل ما تفضل الأستاذ لا يكتسبون من شجاعة ما يكفيهم لاتخاذ إجراءات اللازمة يختبئون وراء بعض المسؤولين ومدوا تعليمات شفوية والنتيجة هي التي الآن ماتل أمامنا في قضية الصلاة الترك وغيرها فإذن المسؤول يتحل بالشجاعة الكافية لإعطاء تعليمات كتابين نعم شكرا وفي ثلاثين ثانية سيد جمال سعدي لأنه انتهى الوقت هو في الحقيقة كبر القضية نعم هو الذي ألصقها بسياسة هو الذي ألصقها بسياسة وعلى السياسيين أن يبرهنوا بأنها شكرا لك سيد جمال سعدي ألامي ورئيس حركة الصح والوطنية قيد التأسيس الشكر موصولك سيد موسى بودهان برلمان السابق والناشط الحقوق مشاهدين الكرام إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة عين وحدد كان موضوع عدد اليوم محاكمة قضية سنة ركو واحد امتحان حقيقي للعدالة متابعة طيبة مع برامج قناة النهار أبقاكم غدا إن شاء الله السلام عليكم